موسيقى رئيس الوزراء الاثوبي يقول إنه من الواعد أن يكتسب أقفالنا المعرفة الأساسية لحل مشاكل اثوبيا بمساعدة التكائل الاصطناعي موسيقى الملحقون العسكريون من 47 دولة وممثلون منظمات الدولية المقيمون في أدس أبابا يقومون بزيارة ميدانية لسد النهضة لتقييم كبير موسيقى أعزائنا المشاهدين أهلا بكم في نشرة الأخبار أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيولي ثوبي من أدس أبابا حضر رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد معهد الدكاء الاصطناعي وشاهد خريجي التدريب الذي استمر لمدة شهرين حول طبيعة وأهمية تكنولوجيا الدكاء الاصطناعي وقال رئيس الوزراء إنه من الوعد أن يكتسب أطفالنا المعرفة الأساسية لحل مشاكل اثوبيا بمساعدة الدكاء الاصطناعي وعرب الأطفال عن أملهم في أن يكونوا قد اكتسبوا المعرفة الأساسية لحل مشاكل اثوبيا بمساعدة الدكاء الاصطناعي وقال رئيس الوزراء إنه مندهش من قدرة الأطفال ولديه ثقة كاملة في أنهم سيكونون قادرين على ضمان تنمية بلادنا قامت عمدة مدينة أدس أبابا دانش أبيجي بجولة في مركز التأهيل للمرأة ومجموعة الصناعات المتوسطة وعملية بناء أستاذ عكاكي الدولي وذكرت العمدة أن المشاريع ذات فائدة كبيرة لمدينة أدس أبابا وخلقت فرص عمل للعديد من السكان أثناء عملية البناء وعلنت تنانش أبيجي عبر صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي أنهراتا عملية البناء تتسارع وفق الاتجاه المحدد وقالت وفاء بوعودنا للشعب سنواصل العمل الجاد لجعل أدس أبابا مركزا مناسبا للعمل والمعيشة حيث سسود العدالة الاجتماعية شددت وزارة الابتكار والتكنولوجيا على استخدام سياحة الفلكية كوسيلة قوية لتعزيز السياحة وخلال الافتتاح الرسمي لورشة العمل نصف السنوية لجمعية القبة السماوية الإفريقية قال ممثل الوزارة سلمون بلاي إن الحدث يهدف إلى تعزيز سياحة الفلكية وتنمية القبة السماوية في توبيا وإفريقيا وأضف أن معظم المناطق الجغرافية والقواعد الاقتصادية للدول الإفريقية هي مناطق ريفية ذات إمكانيات مذهلة للسياحة الفلكية التي يمكن أن تفيد المجتمعات والاقتصاد الاجتماعي للبلدان وقال السالي مكافرين رئيسة جمعية القبة السماوية الإفريقية إن ورشة العمل تهدف إلى بناء القدرات وإنشاء الشبكات وتبادل المعرفة لحل التحديات والاستفادة من الفرص لتحويل هذا القطاع ووفقا لسالي مكافرين تتمتع توبيا بإمكانيات مذهلة في مجال السياحة الفلكية قام الملحقون العسكريون من 47 دولة وممثلون منظمات الدولية المقيمون في هد سبب بزيارة ميدانية لسد النهضة لتوبيه الكبير وعبروا عن إشادتهم بالسد باعتباره رمزا للتكامل الإفريقي وقال العميد عبد المجيد أنس عمر الملحق العسكري السوداني إن سد النهضة يعد فخرا لإفريقيا وسيعزز علاقات الجوار بين الدول وذكر نائب الملحق العسكري بجنوب السودان المقدم فولت شام أوغولو إن بلاده من ضمن المستفيدين من سد النهضة وأن السد سيلعب دورا مهما في تسهيل التنمية الاقتصادية لإيثوبيا والدول المجاورة الأخرى وعشر المقدم دانيل مايك جوليت الممثل العسكري لكندا لدى الاتحاد الإفريقي والملحق العسكري لدى إيثوبيا وجيبوت وجنوب السودان إلى خبرة كندا الواسعة في تطوير الطاقة المتجددة وأشهد بعمل إيثوبيا المشجع في إدارة مواردها المائية كما أشهد بالسد كل من العميد الجوي ماكينزري مانفريد الملحق العسكري لمابيبيا والعقيد ماركو بودي الملحق العسكري الإيطالي والعميد شريف إسلام الملحق العسكري البنغلاديشي أعلن مكتب خدمة المغتربين الإيثوبيين أنه سيتم إنشاء مجلس استشاري دولي يضم 250 عضوا لتعزيز مساهمة المغتربين في تنمية البلاد وقال المدير العام للمكتب محمد اندريس إن المغتربين قدموا مساهمات كبيرة اشتجابة لدعوة الحكومة عندما كانت البلاد تمر بصعوبات بالإضافة إلى الدعم المالي يقدم المغتربون الدعم لمختلف مشاريع التنمية ويلعبون دورا مهما في نقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا وقال المدير العام إن مساهمة المغتربين في تنمية ونمو إيثيوبيا تتزايد من وقت لآخر مضيفا أن مشاركة المغتربين هذه تحتاج إلى تعزيز وتبدل الحكومة أقصى جهودها حتى يتمكن المغتربون من المشاركة في أنشطة التنمية بالبلاد عقدت القمة السعودية الإفريقية في الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية وناقش سبل تعزيز العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الإفريقية المزيد من التفاصيل في تقرير زميلنا عبد الرحمن أمين أحداث القمة السعودية الإفريقية الأولى فقط لتلخيص أحداث يوم أمس كان هناك افتتاحية الاجتماع الأول لرؤساء وقادة القارة الإفريقية وأيضا ممثل المملكة العربية السعودية وهو لي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود هناك خطابات ورسائل كثيرة تم توجهها خلال افتتاحية الاجتماع يوم أمس بداية بولي العهد السعودي الذي تحدث عن تطلعات وتفاول كبير بنتائج القمة السعودية الإفريقية الأولى وأيضا تحدث عن مساهمات المملكة العربية السعودية وتعاونها ووقفها إلى جانب إفريقيا دائما حيث ذكر أيضا أكثر من 450 مليار دولار قام مركز الملك سلمان بتقديمها كدعم ومساندة للشعوب الإفريقية تحدث أيضا عن مبادرة تم الإعلان عنها يوم أمس لضخ مبالغ مالية لدعم القارة الإفريقية وشعوب الإفريقية تتوزع على عشر سنوات مقبلة حتى عشرين ثلاثين أيضا تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن نية المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد سفاراتها إلى أكثر من 40 سفارة في القارة الإفريقية وأيضا في نهاية حديثه ذكر أنه يدعو الدول الإفريقية للمشاركة في معرض إكسبو وأن تكون جزءا من التاريخ العظيم الذي ستسطره المملكة العربية السعودية في معرض إكسبو الذي يتوقع أن يقام في عشرين ثلاثين أيضا بعد حديث ولي العهد السعودي كان هناك خطاب لعثماني غزالي رئيس وزراء جزر القمر حيث تحدث عن دقياء الكبير في تحقيق التوازن العالمي وأيضا الأزمات الإنسانية الأمنية التي تجعل من الضروري التعاون بين الدول الإفريقية وبقية الدول العالم وبخاصة دول الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وأيضا شكر المملكة العربية السعودية وعبر عن امتنانه نيابة عن القرى الإفريقية لدعم المملكة لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين ودعم المملكة العربية السعودية للأفارقة في مختلف المحافل الدولية وذكر أيضا عثماني غزالي أن المملكة العربية السعودية والقرى الإفريقية سيتعاونون ويسعون إلى زيادة العلاقات الاستثمارية البينية فيما بينهم هناك أيضا حديث لمفوض الاتحاد الافريقي مسافكي محمد حيث ذكر يعني عرج على منضوع قوة العلاقات العربية الافريقية منذ القدم وحتى يومنا هذا وأنه يجب أن تؤسس هذه القمة لمستوى جديد من العلاقات بين المملكة العربية السعودية والقرى الافريقية يعني تكون فيه الأطراف المشاركة في هذه العلاقة مستفيدة إلى أبعد حد وأيضا هناك تشابه الرؤى الذي أشار إليه مسافكي محمد تشابه الرؤى السعودية والرؤى الافريقية في أجندة 2030 وأجندة 2063 وكيف أنه يمكن الوصول إلى ارتفاعات أعلى وتحقيق نتائج أكبر من خلال التنسيق بين هذه الرؤى بين القرى الافريقية والمملكة العربية السعودية هناك أيضا ما ذكره رئيس أو مفوض الاتحاد الافريقي عن الأولوية التي وضعها الاتحاد الافريقي والقادة الافريقية بشكل عام وهي البناء التحتية التي تعتبر عاملا أساسيا في تنميات وتقدم وازدهار القرى الافريقية وذكر أيضا القضية الفلسطينية وموقف القرى الافريقية وضرورة تحديد موقف القرى الافريقية إذا ما يحصل هناك في فلسطين وموقف افريقيا حيال تحقيق حرية الفلسطينيين وأيضا دعا إلى وقف عمليات الدمار في غزة هناك أيضا خطاب رئيس الوزراء الاثيوبيا الدكتور أبي أحمد حيث تحدث رئيس الوزراء عن التقارب التاريخي بين إفريقيا والمملكة العربية السعودية بشكل خاص حيث أن إثيوبيا بشكل خاص كانت هي البوابة لإفريقيا للعرب وجسر التواصل بين العرب والأفارقة حيث ذكر ما حصل قبل 1400 عام حين هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة حيث آواهم النجاشي رضي الله عنه في الحبشة وذكر أيضا أن هذا التقارب التاريخي يضع ويتضمن ضرورة لتعميق العلاقات وتوسيعها في العديد من المجالات ووضع هذا كواجب على جميع المشاركين في هذه القمة حيث ذكر أنها تمثل صفحة جديدة في تاريخ العلاقات السعودية الإفريقية ذكر نقطة مهمة أيضا رئيس الوزراء إذا سمحت لي زميلي ذكر نقطة أخرى مهمة وهي نقطة الزراعة الخضراء هناك الزراعة الحضرية عفوا حيث إثيوبيا تعمل على تطوير مثل هذه المشاريع وبذلت في الأشهر والسنوات القليلة الماضية جهودا كبيرة في تطوير مجال الزراعة الحضرية وهناك أيضا الجهود الزراعية والمشاريع الكبيرة التي تبدلها المملكة العربية السعودية وتعمل على إنشائها في مجال الزراعة فكان هذا كمقترح أيضا للتعاون في مجال الزراعة حيث توجد الموارد وتوجد الممكانيات عند كلا الجانبين يمكن تحقيق نجاحات كبرى وذكر أيضا التحول الأخضر الذي يسعى إليه الجانب السعودي أيضا الجانب الإثيوبي ممثلين بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط حيث أن المملكة العربية السعودية لديها مشروع الشرق الأوسط الأخضر وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية لديها مشروع البصمة الخضراء فلذلك هاتان المبادرتان إن أمكن التعاون بينهما ومد جسر التواصل والتعاون بين أطرافها ويمكن أيضا تحقيق نجاحات كبيرة ويعني حماية وتأمين مستقبل مزهر وآمن لجميع سكان المنطقة حقدت ورشة عمل حول أهمية المورينغا في تحسين سبل العيش الريفية من خلال دعم تطوير سلسلة قيمة المورينغا في إثيوبيا وفي حديث بهذه المناسبة ذكر رئيس تطوير معهد المعايير الإثيوبية يلم منغستو أن المعهد يعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة في منح معايير الجودة لمنتجات المورينغا بعدف تعزيز أهميتهم متعدد الأوجه وقال علم أن مسحوق المورينغا وشاء المورينغا تم منحوهما معايير الجودة مضيفا أن ذلك يمكن المنتجين من توفير منتجات عالية الجودة لسوق المحلية وضمان معايير التصدير مشيرا إلى أن توحيد منتجات المورينغا سيلعب أيضا دورا مهما في تحصين الغداء والاستراتيجية وقالت مديرة المركز الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعية في إثيوبيا أوريلا كارابارو إن منظمتها تعمل بالتعاون مع الهيئات المختصة في إثيوبيا لزراءة محصول المورينغا وضفت أنه تم تقديم دعم مختلف لتعزيز تنمية المرأة الريفية من خلال تقديم المساعدة الفنية وتنمية المهارات وتعزيز سلسلة قيمة المورينغا في الختام تذكيرا لأبرز العنوين رئيس الوزراء لترقي يقول إنه من الوعيد أن يكتسب أطفالنا المعرفة الأساسية لحل مشاكل إثيوبيا بمساعدة الذكاء للصناعي الملحقون العسكريون من 47 دولة وممثل المنظمات الدولية المقيمون في أدي سبب يقومون بزيارة إلى سد النهضة لترقي الكبير نشكراكم على المتباتنا والسلام عليكم